والمحاولة الرد الاتحادية هوني تزديد بوقفة حارس المرمى لحديث ما رح بناه فريق النصر على ضربة جزاء من دون اي بطاقة وضربة جزاء رح ترجمها سيزار لهدف تقدم للفريق الاصفر لفريق النصر واحد سفر للنصر بعد هدف النصر بشوي هذا الهدف اللي اجه بالدقيقة عشرين فيصل صيف بمرر كرة خطأة للنور اللي بمرر بدوره لسيرجيو بتقدم وبسدد والكرة بتتحول من قدم الخطران بتغير اتجاهها وبتروح لاتجاه المعاكس لمحمد شريفي الحارس النصراوي وهذا الهدف اللي بيعلن الهدف التعادل نتيجة بتصفي واحد واحد بعد هالهدف اللي عن نرجع منشوفه مرة جديدة كيف الكرة تنحرف من مرميها بعد ما كنختار الحارس المطرح ببدو ينطلق فيها طرد مهاجم النصر كيتا هون بيطلب من مساعد الحكم حكم اللي رح يرفع رايته الحكم الساحة عمر المهنة كيتا بيطلع بعد ما اتعرض حسب اقول حكم مساعد للضرب بعد ما ضربوا للخلاوي السيزار كمين من بعدها بشوي رح بيطلع من صاب والمصايب ده بتجي لوحدة مع هدف التالت لفريق مع هدف كمين اعادة التقدم لفريق النصر بيبي ديت الشوت الثاني مع انه عملعب كان بالنائس لاعب ومع انه كان منصاب سيزار ومع انه عملعب النصر بدون لاعبين الدوليين بمقابل انه الاتحاد يعني عملعب كل لاعبين الدوليين صحيح فيصل سيف بيتمكن احراز هدف تقدم الهدف التاني لفريق النصر بعد كرة من الخطران لكن الاتحاد كان خاص معانيد بهالمبارات ورح بينجح انه يستفيد من محاولاته العديدة لدك مرمى فريق النصر محاولة نصروية وسرجو بانه رح بينجح انه يسجل هدف التعادل لفريق الاتحاد بعد سلسة من الهجمات المتكررة سورة بتوصل سرجو اللي بيسجل الرغم من تدخل الحارس والمبارات هيك بعد فيه هون سرجو عم يسجل هدف التعادل اتنين اتنين والاتحاد عم يضغط بقوة لحتى يسجل هدف تاني صار له عدة فرص شوفه الوقت هون صار قبل نهاية مبارات بخمس دقائق والهدف اللي بيتسجل هون قبل الوقت بشوي تسديدة رائعة من مسافة بعيدة تسديدة رائعة من مسافة بعيدة